موسيقى النشر الرياضي المفصلة من الميادين السلام عليكم للمرة الأولى في تاريخ المرأة مسلمة محجبة تمثل الولايات المتحدة في الألعاب الأولمبية نتعرف سويا على ابتهاج محمد في التقرير التالي نشأت على عبارة السود والمرأة المسلمة المحجبة لا يلعبون المبارزة بالسيف هذا الكلام حفزني فاتخذت قراري بالمضي قدما وإثباتي أن لا عائق يحول بين المرء وبلوغ هدفه لا عرقه ولا دينه ولا جنسه ولا حتى الحجاب هي ابتهاج محمد تدخل التاريخ مرة ثانية ابنة الثلاثين عاما أصبحت قبل سنوات قليلة أول مسلمة تمثل الولايات المتحدة في رياضة المبارزة بالسيف واليوم باتت أول محجبة تمثل بلاد العمسام في أولمبياد ريول برازيلي المقرر في الخامس من أبغسطس المقبل برونزيتان في بطولتين عالميتين وضعتا اللاعب من أصول أفريقية في المرتبة الثانية ضمن الفريق الأمريكي خلف البطل الأولمبية مارييل زاغونيس الأربعاء الماضي اختارها الرئيس باراك أوباما ضمن وفد من المسلمين لمرافقته لزيارة مسجد في مدينة بالتمور في ولاية ماريلند سيد البيت الأبيض أعلن بنفسه مشاركة ابتهاج في العرس الأولمبي في سن الثالثة عشرة بدأت ممارسة المبارزة اختارت لها والدتها اللعبة لإمكانية احتفاظها بالحجاب ولمراعاة الزي المستخدم للحشمة تخرجت ابتهاج من جامعة ديوك الأمريكية وهي حائزة شاهدتين باكالوريوس في العلاقات الدولية والعلاقات الأمريكية الأفريقية قررت عام 2006 علم اللغة العربية فشدت الرحالة إلى المغرب للوصول إلى مبتغاها والتعرف على ثقافة المملكة الأطلسية وحضارتها إلى جانب ممارستها للرياضة برعت ابتهاج محمد في التجارة فأسست معرضا لبيع الأزياء الإسلامية النسائية يحمل اسم العلا أولمبيادو ريو سيقام بحسب المتفق عليه برغم انتشار فيروس زيكا هذا ما أكده المنظمون البرازيليون لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأعلان الصريح للجنة المنظمة تعقب شيعات سارت عن إلغاء الفعاليات بسبب الفيروس وفي مؤتمر صحفي جرى تأكيد استكمال عمليات البناء في القرية الأولمبية المغرب شرع الحضور الجماهري في الملاعب الرياضية قانون جديد للحد من ظاهرات الشغب ولا سيما في ملاعب كرة القدم وأولتراسلندية أكثر المتضررين وأصبح لجمهور كرة القدم في المغرب قانون وزارة الداخلية والعدل والشباب والرياضة ناقشت أحداث الشغب والعنف التي تحدث في المناسبات الرياضية ولا سيما في كرة القدم مع الاتحادات المعنية والسلطات الأمنية القانون الرقم 9 على 9 يراد منه الحد من ظاهرة شغب الملاعب التي كانت حاضرة في الدرب الأخير بين الوداد والرجاء وطلب المسؤولون بتطبيق القانون بحزم وبصرامة تجاه الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال العنف الرياضي وتضمن البيان منع القاصرين غير المرافقين من دخول الملاعب الرياضية إضافة إلى منع التنقل الجماعي للجماهير خارج الأقاليم إذا تبين أن هذه المؤازرات تهدد الأمن العام أما القرار الأقوى فكان حل الفصائل المساندة للأنديات المحلية والمعروفة بالألتراس خرجنا بواحد البلاغ مشترك لفيه واحد العدد بالإجراءات والتدابير اللي يعني غد يتم إن شاء الله للمباشرة بيالها مباشرة تنبع هذه الأدلقاء أهم منجزات هذا المشترع إقرار برنامج تجهيز الملاعب الرياضية بالوسائل التكنولوجية الحديثة من كاميرات المراقبة ومراقبة الدخول عبر البوابات الإلكترونية وتحديث نظام بيع التذاكر كذلك الإسرع بتأهيل البنى التحتية للملاعب بغية تحسين شروط استقبال الشماهير الرياضية وترقيم الكراسي وتوجيه الجمهور القانون الذي وضع حيزة تنفيذ تضمن مجموعة من العقوبات منها السجن لفترات متفاوتة أقصها خمس سنوات وغرمات مالية هناك إجراءات أمنية وهذا شيء ضروري لأنه بهذه المناسبة أيضا لا بد أن نأكده ونشيده بالحضور والدور الفعالي لعبات القوة الإنية بمختلف تشكيلتها لإنجاح كل المباراة ردود فعل مختلفة نتجت من هذا القانون وخصوصا في أوساط الجمهور فئة كبيرة من المناصرين عدت المشترع خطوة استفزازية في حقها ودعت المسؤولين لتطوير التواصل لدى رجال أمن الملاعب وإلى تثمين دور المشجع وتوفير راحته في الملعب بغية مواجهة ظواهر الشغب بينما لقى القانون تأييدا من الغالبية لكونه يعكس الشجاعة السياسية والرغبة القوية في الحد من الآفة الخطيرة وكانت أعمال الشغب في السنوات الأخيرة قد حصدت أرواح بعض المتفرجين فضلا عن إصابة أكثر من مائة رجل أمن ومائتي مشجع فوز سهل لسانتا فيا الكولومبي على مضيفه أوريانت بيتروليرو البوليفي يعزز فرص مشاركته في كأس لبرتادوريس الضيوف أنهوا بثلاثة أهداف لواحد ذهب الملحق المؤهلي إلى دور المجموعات تاهل يضعهم في المجموعة الثامنة من الدور الأول إلى جانب سيرو بورتينو البراغوياني وكوبريسالة تشيلياني وكورينثيانز البرازيلي ويستضيف سانتا فيا لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل والآن إلى جولة الصحف مع أماني مهنة شكرا وأهلا بكم نبدأ هذه الجولة الصحفية من الصحفة الإسبانية أسعى غلافها كتبت البرشة يطلب بل يطالب بالبرنابيو في نهايي الكأس بذريعة حاجاتي إلى ملعب ذي قدرة استيعابية كبيرة وتخفيض عقوبة فليب بلويس لمباراة واحدة في الصحف الإنجليزية دايلي ميل كتبت 40 مليون جنيه استرليني تنقل تكسيرا إلى سانينغ الصين وتهزم الليفربول ففي وقت رفض فيه الريدز تفعى أكثر من 30 مليون جنيه عقدت سانينغ صفقة خيالية مع برازيلي شاختار دونياتسك اليومية ذكرت أن المهاجم انضم إلى مواطنه راميراج في ثاني صفقة خلال ثلاثة أيام وبعد صفقة جوانجو أفرغراندي والمهاجم الكولومبي جاكسون مارتيناز مقابل 31 مليون جنيه في الصحف الإنجليزية أيضا دقيقة السابعة والسبعون سلاح جمهور ليفربول للاعتراض على أسعار التذاكر غاردين لبريطانيا ذكرت أن مجموعتين كبيرتين من جماهير مشجعين نادي طلبوا من الحضور في أنفلد رود ترك مقاعدهم في الدقيقة التي ترمز إلى سعر التذاكر المقرر رفعها من 59 جنيه إلى 77 في الصحف البرازيلية أوغلوبو كتبت زيكا ريولا تطلب من الحوامل القدوم إلى القرية الأولمبية واللجنة المنظمة تطلب من المشاركين عدم فتح النوافذ أكدت اللجنة أنها ستلتزم بتوصيات اللجنة العالمية للصحة وطمأنت الناس أن الأمور تحت سيطرة البلد المضيف للعرس الأولمبي ننتقل إلى الصحف العربية الخبر الجزائرية كتبت في قولي ينصح بن زيا ووالناس اختاروا منتخب أجدادكم فالمنتخب الفرنسي لن يتقبلكم وفي المقال أن لاعب فالنسيا الحالي نصح اللاعبين المزدوجي الجنسية باختيار اللاعب لمنتخب بلادهم لعدم تقبل المجتمعات الأخرى لهم نختم من اليوم السابع المصرية تجاهل الجبلاية المبادرة التي تم طرحها مؤخرا للحوار مع روابط الالترس بهدف التوصل لحال يقضي بدخولهم الملاعب مصدر باتحاد الكرة أكد أن المجلس لن يتدخل في هذه المبادرة لأن الحوار مع الالترس هو دور الأندية وليس الاتحاد مع هذه الصحيفة نختم الجولة الرياضية صحفية وعودة لاستكمال النشرة في دور الصلة الأمريكي للمحترفين كيلي لوري وديمار ديروزن يقودان تورونتو رابترز إلى الفوز على بورتليند تريل بلايزرز ب120 نقاط لمائة وثلاث لوري سجل 30 نقطة وأتبعه ديروزن بتسع وعشرين ليضع حدا لبلايزرز بعد خمسة انتصارات متتالية تورونتو عزز صدارته لمجموعة الأطلسي ووصفته للمنطقة الشرقية في المقابل ضاع سودان مجهود داميان ليلارد صاحب 27 نقطة وزميله سيد جاي مككولم بنقاطه الـ 21 وزميله سيد جاي مككولم بنقاطه الـ 21 وترحيله وترحيب خاص لقيه جولدن ستيت ووريورز من باراك أوباما الرئيس الأمريكي استقبل البطل في البيت الأبيض وأعرب عن فخره بلاعبيه لتعلقهم فنيا واخلاقيا النجم ستفينك كاري نلحصة الأسد في حفل التكريم إذ حاول أوباما تقليد خطواته الشهيرة بالتسديد والاحتفال وقبل ختام اللقاء أهدى المدرب ستيف كير قميصا خاصا لأوباما يحمل رقم تسلسله في ترتيب الرؤساء الأمريكيين تكريم جديد تحصيده لعبة التانس الروسية ماريا شارابوفا من وزير الرياضة المحلي فيتالي موتكو هذه الجائزة الرسمية هي الثالثة لها في مسيرتها بعد وسامي استحقاق وطني من الدرجتين الأولى والثانية عام 2012 لاعبة المنتخب منحت سابقا وسام الدرجة الثانية لمشاركتها الناشطة في الأعمال الخيرية أما وسام الدرجة الأولى فنالته المصنفة سادسة لمساهماتها في تطوير التعليم البدني والرياضة ونتائجها البارزة في أولمبياد لندن الأخير وإلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا الرياضية المفصلة قدمناها لكم من الميادين لمزيد من أخبار الرياضة الميادين.net إلى اللقاء اشتركوا في القناة